لقاء وصفه الطرفان بالإيجابي التقى وليعهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة بالمعارضة للتوصل إلى حل شامل يحقق تطلعات البحرينيين نحو الحرية والمساواة والعدالة والتحول الديمقراطي في بادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة التي تشهد البحرين منذ ثلاثة عوام التقى رئيس مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية بولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة بعد تلقيهم دعوة منه لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة وأكد ولي العهد على ضرورة رفع مستوى التمثيل من كافة الأطراف المشاركة من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف بدورها أوضحت المعارضة في بيان أن لقاءها جاء بهدف صيغة سياسية جديدة تشكل حلا شاملا يحقق تطلعات البحرينيين نحو الحرية والمساواة والعدالة والتحول الديمقراطي وأشارت المعارضة إلى أن هذا الحل يجب أن يكون وفقا للقيم والمثل الإنسانية المستقرة في الدول الديمقراطية المتقدمة ويحقق تحولا صادقا نحو الملكية الدستورية الديمقراطية اللقاء الذي تميز بالصراحة والشفافية وفق البيان رأت المعارضة أن إيجابياته تتوقف على الخطوات القادمة القائمة على الشراكة الحقيقية ووقع على البيان جمعيات العمل الوطني الديمقراطي وعد المنبر الديمقراطي التقدمي الإخاء الوطني التجمع القومي الديمقراطي الوفاق الوطني الإسلامية